خلال الجولة زار الرئيسي مدينة تيسو جوانانجين وذهب إلى أماكن من بينها منطقة صناعية ومؤسسات وموقع للتراث التاريخي والثقافي ومختبر علمي وأشاد بنقاط القوة في الأساس الصناعي المتين لجانسو وكذلك الموارد العلمية والتعليمية الغنية وبيئة العمال السليمة وحجم السوق الضخم بها كما حث المقاطع على الاستمرار في لعب دور نموذجي في تعزيز الإصلاح والابتكار والتنمية عالية الجودة وكذلك في الإسهام في جهود الصين في تدعيم نمط جديد للتنمية وشدد الرئيسي على أنه يتعين على جانسو أن تأخذ زمام المبادرة في الابتكار التكنولوجي وتحويل المقاطعة إلى مركز الابتكار الصناعي والتكنولوجي وتعزيز النمو عالي الجودة كما دعا الرئيس إلى إجراء إصلاحات في نظام العلوم والتكنولوجيا وأليات تنمية المواهب وصلت الشيء الضوء على حاجة المقاطعة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في الصناعات التقليدية وتسريع تنمية تجمعات الصناعات الناشئة الاستراتيجية التنافسية دوليا وحث على تكاوم الاقتصاد الرقمي مع الصناعات التحويلية المتقدمة والصناعات الخدمية الحديثة لتعزيز مستوى تحديث السلسلة الصناعية وفيما يتعلق بالثقافة التقليدية قال الرئيسي أنه يتعين على جانسو تعزيز الحماية والميراث والتنمية المبتكرة للثقافة التقليدية الممتازة والمشاركة بنشاط في بناء متنزهين ثقافيين وطنيين وأضاف الرئيسي أنه يتعين على جانسو أيضا تطوير العلوم والتكنولوجيا الحديثة والتعليم بقوة والتحسين المستمر للخدمات الثقافية العامة الحضرية والريفية وشدد شيء أيضا على ضرورة أن تأخذ جانسو زمام المبادرة في تحسين معيشة الشعب وتعزيز تحديث الحوكمة وشدد على أهمية تعزيز أنظمة إدارة الطوارئ ومنع حوادث السلامة الكبرى وفي معرض حديثي عن الفترة الحاسمة المقبلة للسيطرة على الفيضانات حثى شيجينبين جميع المناطق وجميع الإدارات على أعطاء الأولوية لسلامة أرواح الناس ومتلكاتهم وشدد على الحاجة إلى الاستعداد لحالات الطوارئ والسعى لتقليل الخسائر وفي الختام شجع الرئيسي على اتباع نهج التنمية المتمحور حول الإنسان وتنمية عالية الجهودة وحوكمة فعالة وشدد على الحاجة إلى أخلاقيات عمل متينة ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات العملية